السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مرحبا بكم من جديد في قناتكم قناة وخصاح العربي. يوم كيف كتشاهدوا هذه مجموعة من خضر فصل الشيطة. بان اقترح لكم اننا نحضروها صلطة منعيشة طارية بدون طاهي. سهلة وبسيطة وفي نفس الوقت كي يكون طعم ديلها رائع. هذا فقط تذكير اننا ممكن اننا نتناولو خضر طازجة بدون طاهي لماذا لا? لان انا كنستفدو اكتر من املاحها وفيتاميناتها واليافها كذلك. فالمكونات راه كيف كتشاهدو هما هادو الكينين. وبالنسبة لهاد الجزء ادخليتو باش نوريكم فقط طريقة ديل غير كنقشروها وكنخلو الجزء الفوقي ديل ديل جازر اللي كن لو كيساعدنا اننا نتحكمو في حبات الجزء اللي كنبغيو. سواء ممكن انكم عند التقديم ممكن انكم تقطعوها بمقشرة الطعام على شكل شرائط وممكن كذلك تقدموها وهي مبشورة. يعني كيبقى لكم على حساب شنو عندكم متوفر وكيفاش كتفضلو انكم تناولوها. وانا كنفضل ان كل ما كان ترقيقة كل ما كتكون اه احسن لان الاطفال وكذلك بعض الناس ما كيحبوش اه الاجزاء تكون حجم كبير خاصة في المضغ وبعض الاحيان كيكون مشكلة في الاسنان فدائما كان راعي وهاد المساء هاد المسائل ومن الاحسن اننا نقطعوها بحجم صغير. بالنسبة البسباس. فان هنا لان انا افراد اه قلال. فهنا غض نستعمل فقط نصف اه الحبة. الى كانت حبة صغيرة. فممكن انكم تستعملو حبة كاملة. وحتى بالنسبة للناس اللي ما كيحبوش انهم يتناولوا البسباس. فبهال طريقة غادي نتناولوه وما غاديش يحسو بيه نهائيا. يكفي فقط انه يتقطع رقيق بالسكين. ضروري يتقطع رقيق. لانه كيعاون انه متى هدانش. في التقديم في النهائي. وفي نفس الوقت تطعم دياله تيضيع وسط اه الطعم ديال البيض والجازر. كيف كتشاهدوه هنا قطعته رقيق بزافة. وكتشاهدوه مما زال غدا نعود نقطعه اكتر. كل ما تقطع رقيق كل ما كيكون احسن. ولكن تعدكم محذرة طعم فيها مبشارة من نوع الخاشن. فاستعملوها لانها سريعة جدا. يعني السلطة ما هتاخدش معاكم نهائيا. في التقطيع وفي التتبيل خمسة دقائق. بالنسبة التوابل انا ما استعملت اي نوع توابل. كتفيت فقط بعصير برتوقالة. آآ ليوسفي او مندارين. واحدة. وعصير حامضة كاملة. وكذلك زيت زيتون. زيت 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 زيتون لانه ضروري من المادة دهنية باش كتساعد على امتصاص بعض الفيتامينات اللي كتواجد في الجازر. وبعض الفيتامينات كيف قلنا انها كتحتاج لمادة دهنية باش كيكون الانتصاص ديالها جيد. انا قمت بتقطيع الخضر آآ بشرائط. بنسبة اللفت والجازر. شرائط بمقشرة الخضر. وقدمتها بآآ مع بودور آآ القرع الصيفي او اليقطين او القرع الحمراء. وكذلك زنجلان بدون تحميس. لا ايمان بدون تحميس. وبالنسبة لكيباليكم اخضر فهو عبارة عن خريط ما بين اوراق الكرافس واوراق القزبر. وممكن تكتفيه فقط باوراق الكرافس. هذا شكل للتقديم. طعم ديالها كجرائي. ما حبيت انني نضيف لأي نوع من التوابل. لان وكذلك استعملت البصل اخضر. آآ الجزء الفوقي. قطع ترقيق. فقط باش كيعطينا النسمة. وانك هكذلك. فقط ومن الاحسن ما تستعملوش معها توابل كتير. واحتى لا حبيتوا انكم اضيفوا لها توابل. فالقليل فقط من الملح. والفلفل الحار المجفف فقط. لانك هاتها غنية. ما كتحتاش اننا نضيف لها اي نوع من التوابل. هذه فقط فكرة لتقديم خضر طازجة كسلطة. وانتم ما شاء الله مبدعات. فتمنى انها تكون نالت اعجابكم. منطلق ان شاء الله رحمة 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 رحمة. فوصفة جديدة دائما صحية. والا ذلكم الحين دمتم في امان الله وحفظه. ودمتم سالمين.